شلون الصلاحة حلوة مام بلش يطول بشعراتك كيف كنا يا شباب أنا نعيم من قناة نيمو الفيديو تبعنا مختلف كليا عن فورتنايت وشغلة جديدة بدي أحكي لكم عليها بالنسبة لعالم 4K اللي قادم معنا للألعاب وبالنسبة للجي تي اي في اللي هو هلأ موضوعنا الأساسي طبعا جي تي اي في كلنا منعرف ان هلأ هي حاليا موجودة على ايبك جيمز مجانية على الستورتة بعد تقدر تأخذها لفترة محدودة وبتملكها عندك بالمكتبة لو انت ما بدك تحملها هلا تقدر تحملها بعدين هذا الكلام كله هاتنا بنعرفه بس أنا ليش اليوم عملت لكم هذا الفيديو هذا الفيديو أنا عبلم بهذا الفيديو حكيت عنه عن شي اسمه انريل انجين 5 اللي هو برنامج تصميم الألعاب الجديد اللي طرحته ايبك جيمز على السوق اللي حيكون متوفر معنا بالنسبة للأجهزة الجديدة والناس اللي حتقدر تصمم فيه فأنا اجبت لكم شي اسمه ريمسترد يلي هو يعني اعادة للعبة او مود جديد للعبة جيتي اي في كل هاتنا نعرف انه مقدر نحط مود بلعبة جيتي اي في بالنسبة للألعاب سيارات وصباقات وهيك قصاص ولا طبعات الابطال الخارقين اللي كل الناس انتشرت عنده وصاروا يعمل عليها لايف وستريم فأنا سأحكي لكم عن شي جديد يلي هو باسم مود ناتشرال فيجون يلي هو مود جديد بالنسبة للعبة هذا المود ستقدر تنزله عندك على البي سي لو انت مواصفاتك حلوة طبعا مواصفات لازم تكون جبارة لحتى انت تشغل الفوركي كامل على هاي اللعبة بهذا المود حصرا هذا المود طرحوا شخص وصمموا بفوركي انه سيورجينا عالم الالعاب اللي حيصير معنا بعد فترة وبعد ما نزل انريل انجون 5 وشو له حيصير معنا بعالم الالعاب هذا الفيديو اخص شي لناس اللي بدون يشتروا باستشن 5 اريد ارجيكم كيف رح تكون اللعبة لو نزلت على البلاستشن 5 بالنسبة لي جتي اي سيكس اللي هي جتي اي ستة ستنزل معنا بعد فترة اللي روكستار حكوا انه هن عم يشتغلوا عليها بس ما حكوا اي شي موضوع سري لحد الان فانا هلا ارجيكم كيف رح تكون اللعبة هذا الفيديو موجود على قناة كاندي لاندي اللي زاره امامكم بالصورة لو انت حابب تشوفه على فوركي متمزار امامك بالاعدادات بتقدر تشغله على الفوركي بتقدر تشغله على الف واربعمية واربعين بس انا حاواة شغله بس الصراحة الى سيرفرات النت عندي او سيرفرات الشركة اللي انها شعر من عند النت هيك صارفية فالما مع بعضه نشوف هذا الرمستيد او هذا الاعادة التدوير بالنسبة للمود الجديد يلي ينزل معنا ما هي التدوير ؟ لا اعرف ان التقى لكن المهم يعني مود جديد للاعب الجيتي اي في فلا مع بعض نشوفه ونشوف شو الاختلاف اللي حيصير معنا بالنسبة للجيتي اي في او هذا المود اللي حين انه لعالم الالعاب للبيستيشن فايف وللناس اللي حتكون عنده مواصفات جبارة فلا مع بعض نشوف هذا الفيديو من المزارة امامكم كامل 60 fps على اليمين 4k وعلي شمال اللي احنا نلعب فيه عادي باي جيتي اي حاليا هلا موجودة او على اي بي سي مواصفات موجودة عنا حاليا تطلع على اليمين تطلع على شمال ركز بالشاشة شوف شلون اليمين مختلف عن شمال وشوفوا هي الصورة شوفوا ركز شايف يعني لو احنا موقفناه هون تطلع باليمين وبالشمال يعني او ماي جات على هيك شي اللي حيصير فعلا لحيصير شي خرافي معنا 4k البلاسيشن فايف انا بنصح كل شخص يشتريه لو هيك لحتكون الجرافك تبعه وانا اول ناس ان شاء الله اللي حاول اشتريه وقدرت يعني طبعا بس مو اكيد يعني فشايفين انتو الاختلاف لو لعبة جي تي اي في نزلت على البلاسيشن فايف قبل ما تنزل الجي تي اي سيكس الجزء السادس تبعه هيك لحتكون مش عنا تتعرفوا الفكرة شون اللي حتصير وهيك لحتكون الجي تي اي في لو نزلت معنا متفرج هون على هي الصورة 4k 60 fps طبعا اعلى مواصفات واعلى دقة موجودة بتشوف الاختلاف الجزري الاتوري الخارق الحارق المتفجر يعني شي شي ضريف شي ناهي علم الالعاب نائل معنا نائلة نوعية جدا هنكمل هيك مع بعض ونشوف يعني الفيديو الصراحة انا مستمتع لما انا لعب هيك لعبة على شاشة 4k مثلا و او ماي جاد على اعلى دقة يعني فعلا لح تستمتع باللعب كتير بالنسبة لبسيشن فايف طبعا بسيشن فايف طبعا بسيشن فايف كلاتنا منعرف سعره سيكون 500 دولار 600 دولار 800 دولار يلي هو يعني بس انت لو حتلعب هيك الالعاب تستاهل 800 دولار فعلا يعني كب دغري شوفوا مع بعض الاعادش لون المود هدا هلا حاليا على فكرة المود بتقدر تنزل وتلعب وانت هلا لو انت عندك مواصفات بسي جبارة شوفوا على اليوتيوب في كتير طرق كيف بتضيف مود على جيتي ايه شوفوا شوفوا العالم شوفوا العالم شو اختلف معنا بالليل شوفوا الفرق فعلا يعني شي شي ديم يعني شي شي حلو حلو جدا هون بعض طيارة شايفين يعني شوفوا شوفوا اليمين شوفوا الشمال بتلاحظوا التغييرات اللي ظاهرة معنا تغييرات خرافية جدا بالنسبة للغرافيك اللغرافيك سينتقل معنا نقلة خارقة جدا هدا فيديو بسيط يعني ما لحن نفوت بشي كبير بس هيك فيديو بسيط مشان نشوفوا الاختلاف لو انت عندك 4K بتقدر تدعم 4K وانت عندك ممتاز فوت على الفيديو 4K وشغله 4K واستمت انا حاولت شغله شغله خمس ثواني استمتعت جدا فيه يعني الدقة حلوة جدا وبتحس حالك فعلا بعالم اللعبة او كأنك بالحقيقة يعني اتخيل بقى يا اخي انك انت تلعب على الVR بهيك دقة اتخيل انت بقى VR وهيك دقة يعني خلاص انسى صرنا بعالم حقيقي مو بالجيم انسى الجيم يعني شوفوان اختلاف السيارة شوف يعني باينة باينة اختلاف السيارة واختلاف كل شي باين معنا بشي شي ضريف شي ممتاز يعني على اليمين اللي هو الفوركي الافضل يعني طبعا باين ولا شي 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 خارق شوفو اليمين الاضافات بالنسبة للرعد والقصص هاي الفيديو الصراحة خارق والموت حلو جدا لو انت عندك مواصفات انا هلا بنصعها تشوف شلون بتنزل انا الصراحة ما بعرف كيف تنزل مودات لانه انا ما شريت اللعبة ضليت سبع سنين استناها الهلا نزيت free وقدرت تجيبها بالنسبة لعبة الجيمز ولا حملها ولعبها ان شاء الله انو تسلى وبحاول ننزل اليها فيديوهات لو بدكم فيديوهات عن جيتي ايفي بس انتنزلك تقولي تحت بالكومنتات ان شاء الله بحاول وبالعب الحياة الواقعية بس انا من النوع اللي ما بحب العاب اللي كراك ابدا وشان هيك يعني ما اشتريتها بصراحة كنت مطفر فالاستنيتها نزلة free من حظي وحظ الناس كلها ونلعبها ان شاء الله انا ما بلعب العاب مكركة ابدا كلها بشتري يا اما اللعبة النظامية لما تكون free استنى ساعة سنين ولا باخد لعبة مكركة هذا هو معنى الفيديو شايفين النقل النوعية بالنسبة لبسيشن 5 والمحاكل الجديد اللي هو انريل انجين 5 شو لح يعمل معنا؟ هي نبزة بسيطة هو فعلا هيك لح يعمل معنا بس ما حبت تفيدكم بالتفاصيل ورجيتكم فيديو هلا اشلون لح تكون معنا الجديد او الالعاب القادمة معنا بس هدا هو فيديو بسيط كتير وبدو رأيكم بالكومنتات ولايك واشتراك تفعيل زر الجرس والصاصة الحلوة اللي انتو فعلا عم تدعموني فيها وسلام اشتركوا في القناة